تعالوا نشوف الإجراءات اللي احنا ممكن نعملها أول إجراء تعالوا دلوقتي الزجين احنا عندنا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواء احنا عندنا كمان ما أنزل الله شدةً إلا ولها فرقة وما أنزل مشكلةً إلا وأنزل لها حلاً من عدة جهات فلذلك لازم احنا بيننا وبين نفسنا نقول إن الامتلاء ده عندنا لكن فيه مدد من ربنا ولذلك نعمل إيه أول إجراء نعود ساعة واحدة ساعة ستين ديئة ما تزيدش عن ستين ديئة نعود ساعة واحدة نعود فيها الزجين يتكلموا عن التراكمات دي وفي النهاية يعتذروا لبعضهم عن كل اللي حصل منهم ويمتنوا لبعضهم كمان إنهم سمبروا على بعض ساعة واحدة ويخلوها الزج ياخد بيهت زوجته كده والزوجة تاخد بيهت زوجته كده وتقوله تعالى نؤمن ساعة يبقى ديه ساعة إيمان ساعة إيمان ليه؟ لأنها ساعة أمان فلما تبقى ساعة أمان هتبقى ساعة إيمان لأن الإيمان يبنى على الإيمان المؤمن من أمنه الناس يبقى أن تأمنها وهي تأمنك لأن الشخص الممتلق ده بيحس إن الحياة انتهت وممكن بعض الناس لما يمتلق يحسوا بالامتلاء ده بعضهم بيقدم على إنه ينهي حياته وعشان كده تعالوا بينا نؤمن ساعة ساعة نتكلم عن كل التراكمات وما نفتحش التراكمات دي مرة تانية الحاجة التانية كل واحد فينا بقى من شركاء الحياة يقعد مع نفسه خلوة مع النفس يعمل معها مكشفة عشان يعرف ذاته ويضع نفسه جزء من المشكلة يعني هو يضع نفسه جزء من المشكلة عشان يضع نفسه جزء من الحل يبقى هدف الخلوة دي إيه؟ اللي هو هيقعد فيها مع نفسه ويمسك ورقة إنه يكتشف ذاته ويعرف قد إيه هو مؤثر في العلاقة الزوجية دي وبالمناسبة احنا عندنا قواعد في الإرشاد الزوجي ما بنشكش فيها قواعد كده يقينية إيه هي؟ إنه ما فيش مشكلة زوجية إلا وسببها الطرفين بالنسب مختلفة سببها إيه؟ الزوجين الحاجة التالتة أو الإجراءة التالت التواصل والكلام مع بعض وإيه؟ ونمتنع عن القطيعة والعناد والعداوة يعني إيه؟ نخلي كل يوم نتكلم مع بعض نص ساعة هيقول لي أن نتكلم مع بعض زي ما إحنا عندنا خرص زواجي ما قوله ما إحنا خلصنا في الساعة ده التراكم ده عمل التراكم ده عمل زي إيه؟ أوجد مساحة للتواصل ما أنت خلاص التراكم ده زحناها زحناها بطريقة إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات رابع حاجة نعبر عن مشاعره أرجوكم أيها الأزواج اتركوا مساحة لزوجاتكم تعبر عن مشاعره حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك مساحة للسيدة عائشة تعبر عن مشاعره وتعبر عن حزنها حتى إن هو كان ترك ده لزوجاته لدرجة إنهم كانوا بيراجعوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اترك مساحة مشعيب ده مش تعني في الرجولة مش تعني في الرجولة إن هي تقولك أنا زعلان أنا حاسة إن أنت مش حميني أنا حاسة إن أنت مش بتحتويني أنا حاسة إن أنا عم احتاجها اهتمام أكتر ومش عيب إن هو يقولك أنا أرجوكي أنا في الفترة دي محتاجك إنك تمتنعي عن الانتقاد والشكوى واللوم أنا مش حملة نكت في الفترة دي لازم نقول لبعض ده عشان ما يحصلش احتواء بديل حدي كل واحد مننا يدور على حد يسمعه أو حد يحتويه الإجراء الخامس نعمل أعمال مشتركة مع بعض الأعمال دي ممكن تكون هوايات زي الإلاية ممكن تكون أشياء خير نعمل الكلام ده مع بعض عشان حياتنا يحصل لها تجديد ويبقى فيه مساحة مشتركة بعد ما كانت فيه جفوة وكان فيه بعض نعمل حاجة بنحبها مع بعض نعمل رياضة نقرأ مع بعض نتعلم مجال جديد في الحياة ندخل دورة مع بعض عشان نثقف نفسنا عشاننا وعشان أولادنا كل دي مجالات ممكن نعملها نصلي كمان ركعتين بالليل قبل ما ننم مع بعض بالنسبة للمرأة بقى حفيه إجراء سادس كده بالنسبة للمرأة أنها تستدعي الزكريات السارة بينها وبين زوجها وكمان تشعر زوجها دايما أن هي حاسة بأن هو حاجة كبيرة ومهمة وما لعنيها إنما بالنسبة للزوج بقى في حاجة ستة بالنسبة له إنه هو يعمل إيه؟ يحتوي زوجته وأهم حاجة في احتواء زوجته التغاضي وطول البال اللي احنا تكلمنا عنه مبالح إنه هو يتغاضى ويطول باله عليها لأنه لو عملش ده هتبقى فيه مشكلة كبيرة إن هي هتحس إن هي محتاجة إن هي تحمي نفسها فتراكم وتراكم وتراكم لكي لا تشعر بأنها هي السبب في الحالة التي توجعها التي وصلوا إليها يا رب ألهمنا القوة والهمنا يا رب الرشد والهمنا الهمة لكي نزيل كل امتلاء من حياتنا لكي نجعل قلوبنا خالية لنتلقى أنوار مددك بالمودة والرحمة لتملأ بلودنا بالحب والألفة يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر